محمد صلاح احتفلوا بي جماهي الليفربول أول ما وصل إلى مدينة ليفربول بعد فاينال دوري أبطال أوروبا احنا بقى شايفين محمد صلاح إزاي؟ مش احنا كلنا يعني بعض الناس مننا نهاردة بسرس جمال علام طلع تصريحات رسمية يدعم فيها محمد صلاح يشكر فيها محمد صلاح يساند فيها محمد صلاح نهاردة معظم الإعلاميين والصحفيين والجماهير والمشاهير يتحدثون عن دعم محمد صلاح وانتقاد من يهاجم محمد صلاح في حاجة بقى العمال أسرح بخيالي فيها ومش فاهمها هو أصلا إحنا المفروض ندافع وندعم محمد صلاح ونساند محمد صلاح آه ندعم نقوله معلش وتعوضها بس ندافع عنه ضد ناس بتنتقده أو تهاجمه إحنا وصلنا للمرحلة دي محمد صلاح بص هي كلها أربع خمس سنين أربع خمس سنين محمد صلاح يعتزل كورة إن شاء الله يا رب يزيده بإذن الله يعني إحنا نتكلف في المتوسط أربع خمس ست سنين وبعد كده نقول دحنا كان عندنا محمد صلاح هو إمتى هيتكرر محمد صلاح تاني هو إمتى هنشوف واحد زي دا تاني بيشرفنا ويفرحنا إمبارح جماهير ليفربولكا يتمسك على مصر ويدخل المباراة في جماهير يا رب نلحن نلاقي الصور في جماهير من ليفربول كيتمسك على مصر عشان محمد صلاح إيه يعني مش فاهمك أو مش فاهم إيه المطلوب يعني عمل إيه محمد صلاح قال لك أسله ما كانشين فعيقول تصريحاته إنه عايزي لعب ريال مدريد فاكرين من شوية وتقولكم إيه بقى افتكروا معايا تصريحات بيتس المسيماني في المؤتمر الصحفي النهاردة اللي أنا عجباني وبقايدها بالمناسبة لما قال إحنا جايين المباراة نكسبها وإحنا كده كده متطمينين ومتأكدين إن إحنا هنكسب المباراة ما عندناش قلق من ده مش بقول إنها هتبقى سهلة بس إحنا عارفين إن إحنا هنكسب لو محمد صلاح كان قالي الكلمتين دول وأنا كده كده أدخل المباراة وأنا واصحك إنه أنا كذباني المباراة وأعمل مش عارف إيه في المباراة كان برضو هينتقد دي تصريحات زكية ربما تكون بتقصر عن معنوية اللي قدامك وربما تكون بتحفزك أنت شخصيا وبتحفز فريقك وبعدين بقعد أسأل نفسي هو إحنا ده إحنا ده إحنا لوقتي مثلا بنفرح بإيه إنت كنت مشاجع تخلينا نتكلم على الأغلبية العظمى من الشعب المصر مشاجع أهلي بتفرح للأهلي مشاجع زمالك بتفرح للزمالك بقى عندك فرحة ثالثة اسمها فرحة محمد صحيح طبعا فرحة فرحة منتخب مصر بس أصلا إحنا كان عندنا ده نقولك حاجة وأنا قررتها أكتر من مر إحنا اللاعب اللي عندنا كان يلعب دور تمهيدي في دورة أبطال أوروبا كنا بنحط سور بوستر على الدولاب عندنا في الأوضة ده إحنا اللاعب اللي كان بيجيب جون في معكامل لاحترام لكل الأساطير والأسماء الكبيرة اللي احترفت من مصر مش تقليدا منهم بس محمد صحيح عشان عدى كل ده بس اللاعب كان بيلعب في تركيا ولا في اليونان ولا بيلعب في أي حتة كنا بنقول تعالى بفرج على الجول اللي جابه مش البطولة اللي خدها لما كان عندنا لاعب هو لاعب كبير ورائع جدا وإسمي كبير ومحترم وعمل لمنتخب مصر الكثير عمر زكي لما جاب عشر أهداف مع ويجن قلن ما فيش بعد كده في الدولة الإنجليزية وفي رقيته كان بتسرع الهبوط بس برضو عمل خطوات عظيمة يعني عشر أهداف ما كملتش ميدو ميدو العالمي الاسم الكبير سورة هو جميل ليفربول ماسك عالم مصر ماسك عالم مصر في نهاية دورة أبطال أوروبا اللي بيشاهدوا كل العالم عالم مصر ده ترفع عشان محمد صلاح في أرض الملعب انتو عارفين قيمة ده اللي هو أهم من الكورة وأهم من لقب وأهم من هدف وأهم من صناعة هدف موضوع أكبر بكتير من إنك تحب أو ما تحبش المطلوب من حضرتك إنك تحترم محمد صلاح تحترم المثل ده تحترم القيمة دي أنت مش مطلوب منك تحب أو تكره أنا ما قدرش أقول لك وانت بتفرج على دلوقتي حبني أو تكرهني تفرج على الصورة تفرج على الصورة مش بطلوب من حضرتك إنك تحبني أو تكرهني ولا تحب صلاحه وتكرهه دي حاجة بتاعت ربنا ومنك لقلبك بس اللي احترام اللي احترام للقيمة الاحترام دي اللي هي مطلوبة إنك تحترم بيها كل الناس مش بس محمد صلاح تحترمني واحترمك ونمشي في شيء نحترم بعض واني نكتب على السوشل ميديا نحترم بعض واني كان في تلفون نحترم بعض نشوف بعض نحترم اللي احترام دي حاجة مش محتاجة تنظيقة مش بنظر بس دا العادي يعني فلما أجي أقولك احترم محمد صلاح فأنا ما بقولكش إنه أعمل حاجة صعبة عليك احترم التاريخ ده احترم الاسم ده احترم الراجل اللي بيشرفنا ده إيه ده أنا شفت بعض الناس على السوشل ميديا النهار ده تشمت يا راجل في كده وبصراح هم أقليلين برضو هفضل أقول أقليلين عشان الأغلبية العظمة النهار ده انت عارف أنا اللي دييني النهار ده إيه لأن الأغلبية العظمة فعلاً بتدافع عن محمد صلاح أعدت أقولي نفسي لما تخش يعمل زيهم ويكتب حاجة على تويتر كده ودافع عن محمد صلاح قلت يعني هو ده كلام يا جماعة ومحمد صلاح بقى محتاجة حد يدافع احنا لسه في المنطقة بتاعت محمد صلاح حملة المدافعين عن محمد صلاح يا سلام يعني يعمل الراجل تاني عشان تعرف ان انت بقى عندك قيمة بقى ان انت عندك قيمة كبيرة ما حصلتش قبل كده والله أعلم باللي جاي بس صعب في المستقبل القريب بحكم رؤيتنا دلوقتي على الوضع ان انت تشوف محمد صلاح تاني قريب انت متخايد ده أنا دايماً أقولي نفسي يا بغت أن أحضرت محمد صلاح ما أنا هقعد أحكي لولادي وأحفدي عنه عشان هيسألوني قال ليМ احنا مش كان عندنا لعيب كبير كان بينفع على أفضل لعب في العالم كانوا أخذ تلت مرات هداف الدول الإنجليزي كانوا أخذ الدورة الإنجليزي كانوا أخذ دور أبطال أوروبا بس النهاية دور أبطال أوروبا تلت مرات خد كسر الاتحاد الإنجليزي خد كسر ربط المحترفين الإنجليزية هقعد أحكي لهم ان شاء الله يعني لو ربنا أدنا وأدلكم دولة العمر انت متخيل احنا فين وييجي حد يقولك ايه تعال اندفع على محمد صلاح ادفع على ايه ادفع ده انا اصلا وانا بقولي الكلمتين دول مكسوف انا اصلا مش هايفهم ما صح ولا غلط بس انا قلت اطلع طاقة ونتكلم مع بعض دفع عن مين احنا كنا نحلم اه كنا نحلم معلش انا ياسف لو انت لو الكلمة دايقتك بس اه ما كناش نحلم احنا كان كل حلمنا كان كل حلمنا والله كان كل حلمنا ان لعب افريقي ينافس على البالندور لعب افريقي عشان اسمها قرطنا كان كل حلمنا ان لعب افريقي ياخد هدافة الدول الانجليزي عشان هو من قرطنا دلوقتي بقى عندنا اهم او واحد من اهم اللاعبين في العالم لعب مصري وقال ايه متضايقين عشان محمد صلاح قال انا نفسي لعب ريال مدريد في النهاية ورح خسر المباراة النهائية ده اصلا التصريح ده في حد ذاته فخر ده احنا بقى عندنا لعب مصري بيتحدر يا المدريد اعظم نادي في الكون يعني مش هعرف بصراحة انا قلت اسمها للاخر عشان نعيش مع النادي الاهلي واتكلم في الجزئية داية بس بصراحة يعني الموضوع صعب صعب اوشي ايه ده ده محمد صلاح لما كنا منستنى لما في بداياته يعني لما ينزل بس ارض الملعب يلمس ارض الملعب يعمل اسست محمد صلاح واكرر تاني اللي كان في المقاولين العرب اتقال ماينفعش يلعب لفريق في الدور المصري كبير محمد صلاح اللي لما رح تشيلسي قالك لا قصوا ده لعب لا ياليك بالدور الانجليزي احنا احنا بنقول مش هما لما رح ايطاليا قالك لا ايطاليا هتبقى صعبة عليه ايطاليا محتاجة كوه ومحتاجة مش عارف ايه وبتاع وتقالك في ايطاليا لما رجع ليفر بول قالك هو خد هداف دول انجليزي مرة كده عشان كان حماسه وكان عايز يرد الدين لتشيلسي وبتاعه فخد اول مسم هداف الدول انجليزي وعمل تقالك مش هيعملها تاني خدها مرتين كمان ونفس على الباقي يعني هو محمد صلاح بالمناسبة عشان ما ننساش هو خد تلات مرات هداف الدول انجليزي من خمس سنين والمرتين التانين كان بينفس لاخر اللحظة ومعامين معالي معالي هاري كين بقى وجيمي فاردي وكل اسماء اللي عدت على الدول انجليزي كبيرة ايه ده ده محمد صلاح في حتة بعيدة قوي معلش الناس اللي عاشت كرة من سنين مع اللعيب المصريين عارفين ان محمد صلاح ده صعب كان صعب حتى مجرد الحلم انه يبقى عندنا لعب زيه مجرد الحلم